بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الأول الابتداء أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول الابتدائي وها نحن اليوم نختم سورة العاديات بعد أن قضينا معها أوقاتا نسأل الله عز وجل أن تكون عامرة بالأجور وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم الصف أو المرحلة الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع الدرس سورة العاديات من الآية التاسعة وحتى الآية الحادية عشرة وإلى أهدافنا التي نسعى للوصول إلهها وإلى تحقيقها أول هذه الأهداف أن يتروى الطالب الآيات من الآية التاسعة وحتى الآية الحادية عشرة من سورة العاديات تلاوة صحيحة كل ذلك طبعا أملا أن نقرأ قراءة صحيحة استعدادا لحفظ هذه الآيات أيضا أن يربط الطالب بين المقطع السابق من سورة العاديات والمقطع الجديد كنا قد أخذنا سورة العاديات من الآية السابعة وحتى الثامنة لابد أن نتقن هذا المقطع وأيضا المقطع الذي قبله من الآية الخامسة وحتى السادسة كل هذه المقاطع نربط بينها ونحفظها حتى يكون الحفظ مترابط ومتصل وأن يكون حفظا صحيحا أيضا أن يقرأ الطالب الكلمات التالية بشكل صحيح معثر حصل ربهم ربهم بهم لخبير أيضا أن يشدد الطالب النون المشددة في إن هذه بعض الأهداف التي نسعى للوصول إليها وإلى تحقيقها والآن ولا شك أننا سنستمع في درس اليوم للقارئ وأيضا سنستمع للمؤلم حتى نحاكي قراءتهم وبالتالي لا بد أن نتأدب بآداب استماع القرآن فما آداب استماع القرآن الأداب كثيرة ولا شك ولكن نريد أن نتعرف على بعضها مما تعرفنا عليه أولا ماذا أحسنتم حسن الإنصات للقارئ إذن الاستماع وحسن الإنصات للقارئ وإيضا لا نتشاغل بشيء ونحن نستمع لا نتشاغل بأيدينا أو شيء يشغل أبصارنا أو أسماعنا وإنما نقبل على سماع القرآن نقبل إقبالا صحيحا على سماع القرآن أيضا عدم مقاطعة القارئ للقرآن الكريم إلا لأمر ضروري نحن نجد أيضا أن نحفظ حفظا متقنا فكيف يكون حفظي متقنا كيف يكون حفظي للقرآن متقنا أحسنتم أولا أولى الخطوات الصبر الصبر وعدم الاستعجال ثاني الخطوات ماذا أحسنتم أكرر 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 المقطع المراد حفظه أحسنتم ثالث الخطوات ماذا رائع أحسنتم أربط بين المقاطع وهما نفعله دائما أما الخطوة الأخيرة فهي أن أعرض حفظي على غيري أعرض حفظي على المعلم أو المعلمة يستمعون إلي يصححون أخطائي إن كان هناك أخطاء أقرأ على والدي على الأشخاص المتقنين لقراءة القرآن يصححون من تلاوتي وينبهوني على أخطائي فأستفيد وأتعلم لا شك أنكم قد تهيأتم لدرس اليوم بالوضوء وإحضار المصاحف والتوجه للمكان المناسب ونبدأ درسنا كعادتنا بمراجعة الدرس الماضي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم وبعد أن راجعنا الدرس السابق دعونا الآن ندقق النظر في بعض كلمات مقطع اليوم فهل أنتم مستعدون بارك الله فيكم هذا هو مقطع اليوم من الآية التاسعة وحتى الآية الحادية عشر من سورة العاديات أولى الكلمات التي نريد أن نقرأها قراءة صحيحة لاحظوا هنا كل الحروف هنا مفتوحة باستثناء حرف المد بالطبع لاحظوا أحسنتم حاولوا جميل بما أنها مفتوحة الحرف الأول والثاني كل حرف له صوت أ ف ثم بعد ذلك الحرفان الأخيران بما أن هناك حرف مد يصبح هذا مع الحرف الذي قبله مقطع صوتي واحد ننظر هنا هذا له صوته أ وهذا له صوته ف ثم هذان هذان لهما صوتهما لا هذان لننتبه للمقاطع الصوتية رددوا معي أفلا 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 أحسنتم لاحظوا هنا المقطع الصوتي الباء المضمومة مع العين الساكنة بوع بوع ثم بعد ذلك المقطع الصوتي الثاني الثي بوع ثي ثم بعد ذلك المقطع الصوتي الثالث را بوع ثي را بوع ثي را بوع ثي را أحسنتم رددوا معي بوع ثي را بوع ثي را هنا حاولوا أن تقرأوا هنا و هذا مقطع صوتي و هنا الحاء المضمومة مع الصاد الساكنة مقطع صوتي حص و حص ثم بعد ذلك الصاد الثانية الحرف المشدد عبارة عن حرفين صي حو حص صي لا و هنا حص و حص صي لا و حص صي لا و حص صي لا إذن ننتبه للمقاطع الصوتية رددوا معي و حص صي لا و حص صي لا و حص صي لا أحسنتم ما في الصدور ما في الصدور أحسنتم لاحظوا هنا كيف ننطق هذه الكلمات المتشابهة لاحظوا هنا هناك أحرف متشابهة بين هاتين الكلمتين ولكن بما أننا نعرف الحركات سنستطيع أن نميز بينهما نقول هنا إن ربهم بهم لاحظوا من الضم إلى الكسر ربهم بهم إذن ربهم بهم هنا الضم على الهاء في الهاء الأولى والثانية مكسورة والباء التي قبلها أيضا مكسورة ربهم بهم إن ربهم بهم رددوا معي إن ربهم بهم حسنتم مبارك الله فيكم لخبير 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 أحسنتم أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا 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 يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أشكركم أشكركم على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات والآن نبدأ مع القراءة الفردية ثم القراءة الترديدية التي تعودنا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير رددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر بعثر إذا بعثر ما في القبور وحصل 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 ما في الصدور يومئذ لخبير يومئذ لخبير يومئذ ربهم بهم يومئذ لخبير أعيد أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور وحصل وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير أعيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعيد ها للمرة الأخيرة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن نستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أشكركم على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة نختم بقراءة الآيات مرة واحدة قراءة تردية فرددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أحسنتم ومبارك الله فيكم دائما نتعود أننا إذا انتهينا من قراءة القرآن فأين نضع المصحف أحسنتم بارك الله فيكم إذا نغلقه ونضعه في المكان اللائق والمناسب تعظيما لكلام الله جل وعلا وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتدارسنا كتاب الله العظيم لا يسعني إلا نشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات وإلى درس جديد ولقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته